ونيجي بقى عند الكلام المهم ايه مشكلة بيرامدز في خمس سنين ايه مشكلة بيرامدز بص انا هقولك رأيي دلوقتي ربما صادم شوية تحديدا لجمهيل الالي او حتى جمهيل الزمالك بيرامدز عنده افضل تشكيلة فيها عمك كبير جدا في كل عاصر عمك دي معناها انه عنده في كل مركز لعيبة مهمة جدا اكتر من لعب في كل مركز بيرامدز عنده افضل تشكيلة في القارة الافريقية دلوقتي عنده تشكيلة مكتملة مكتملة مفهاش صغرى واحدة بعناصر كلها او معظمها دولية وعناصر عندها خبرات عظيمة جدا انا مقدرش اقولك ان البرامدز بيخسر النهاردة او على وشك الخروج من دول المجموعات في دولة الابطال الافريقية عشان دي اول مشاركة ليفة ما عندوش خبرة البطولة هبقى بهزر وبضحك على نفسي ليه؟ انه الفرقة نفسها الفرقة دي اللي هي مجموعة اللاعبين مجموعة اللاعبين دول شاركوا في هذه البطولات اكتر من مرة وفي منهم اللي تكسبها اكتر من مرة يعني ايه فرقة؟ فيها من الاول الشناوي والشريف اكرامي وعلي جبر واحمد سامي واقسامة جلال والشيبي واحمد توفيق واحمد فتحي فيها محمد حمدي وفيها كريم حافظ انا اقولك الاسماء بتجيها على بالي يعني وبلاتة توريه وليدي الكارتي مهند لاشين محمد رضا بوبو رمضان صبحي عبدالله السعيد إبراهيم عادل مصطفى فتحي بيستون مايلي فاخي لقاي بجيب المزاكرة يعني دودو الجباس كل الاسماء دي كلها اسماء لعبة دولي واسماء خادت بطولات كبيرة ده بيرامدز بص بيرامدز عنده اتنين مهاجمين بيستون مايلي وفاخي لقاي لاتنين مش موجود منهم واحد في الاهلي والزمالك دي خط رمضان صبحي عايزه الزمالك إبراهيم عادل عايزه الاهلي مصطفى فتحي عايزه الزمالك محمد رضا بوبو كان الاهلي والزمالك عايزينه مهند لاشين كان الاهلي والزمالك عايزينه محمد حمدي عايزه الاهلي وسامة جلال عايزه الاهلي ايه ده احمد الشناوي عايزه الزمالك ايه ده عندهم فرقة خطيرة ومش عارفة تاخد بطولة على فكرة مش بكلم عن فنة دي بس انا بتكلم على اول يوم اس سفينة دي بيرامدز او بمعنى اضاك انا تحول اسمه من الاسيوت البرامدز من اول يوم بيرامدز عنده لعيبة عظيمة افضل من اي لعيبة في الدورة المصري ورغم كده هو منافس جيد على البطولات ينافس على دور للأسابيع الاخيرة ينافس على بطولة كاس ينافس على بطولة سوبر ينافس على فاينال كونفيدرالية بيوصل للمراحل الاخيرة بس مش قادر ياخد بطولة لغز اللغز ده سببه ايه مش عارف والله ما عارف اصلتي هتقول لي ايه عشان الجماهير عشان ما فيش جماهير طبعا ده عنصر مهم جدا بس لما قولك مثلا لعيبة بيرامدز دي لعيبة كبيرة فاكيد الحافز اللي عندهم اسماءهم هم يعني مثلا عبدالله السعيد عايز ياخد بطولة عشان أنا عبدالله السعيد رمضان الصبح عايز ياخد بطولة عشان رمضان الصبح مصطفى فاتح عشان مصطفى فاتحي وهكذا فهم عندهم كده كده حافز ماشوا وراهم اسموهم وتاريخهم فده حافز عندهم حافز مالي بياخدوا مكافأات كويسة وبياخدوا لواتب كويسة فايه السبب يعني ايه اللغز فين هتقول لي اصلهم هم متدلعين في برامج دي مش مظبوطة دي معلومة مش مظبوطة على فكر برامج زي عنده لوائح وعنده عقوبات وعنده خصومات عنده ممكن ما تحسش بيها قوي عشان هو مش فريق جماهيري فالكلام ده الكواليس دي ما بتظهرش كل شوية للعالم بس بيحصل ايه اللغز ده هتقول لي طيب اصله جين باتشيكو مدرب هو اللي عمل المشكلة على فكرة النهاردة في رأيي هو يتحمل نتيجة المباراة النهاردة وهو اللي كان يتحمل الإيجابية نتيجة مباراة الزهاب يعني أدار مباراة الزهاب بشكل رائع جدا وآدار مباراة العودة بشكل سايق جدا عشان كان حريص جدا دفعين في مباراة اليوم تحديدا في الشوت الأول ودخل فيه جون لما انت سيبت الكورة لسان داونز طوائعا وصان داونز لما بياخد الكورة مرعب بس لغز والله تعرف النهاردة قبل ما اخش الحلقة الطبيعية بيعمل ايه بقعد ادور أشوف إيه الأسباب أفكر أنا وزميلي طبعا نحاول ناخد السبب دا مش سبب جمهور بس لا أكيد مش سبب جمهور بس هو واضح إنه فيه عناصر في الفرقة دي مش المفهوض تبقى موجودة في بيرامدز هتقولي ليه ما انت ليس تقيل العناصر كلها كويس أقولها لك بالبلدي بالبلدي عشان انت تفهمها مني وتبقى سهل الكلام بدل ما جعلصه بيرامدز فرقة معلمين كلها معلمين كلها معلمين كلها كبار الفرقة اللي بتتكون في أي حتة في العالم بيبقى فيها عناصر مختلفة يعني ايه أنا عندي مجموعة ناشئين عندي مجموعة خبرات عندي مجموعة نجوم لكن الفرقة كلها نجوم فما فيش حد بيبقى عايز يكن النجيلة وبيقول مثلا ايه أنا عايز أظهر ما عبدالله سعيد أينما عبدالله سعيد بيقدي لهذه اللحظة واحد من أفضل اللعيبة حتى في هذا العمر في مصر بس عبدالله سعيد ما أنا يعني لو خسرت هفضل عبدالله سعيد رمضان الصبحي لو خسرت ما أنا هفضل رمضان الصبحي وعا كذا يعني عد بقى الأسماء كلها علي جبر عسما جلال أحمد سامي محمد حمدي أسماء كبيرة كلها كلها نجوم فأنا رأيي أنه الفرقة دي من أول يوم بتتكون غلط برامدز بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على قوة مالية كبيرة جدا قوة شرائية كبيرة جدا بيقدر اشتري اللي هو عايزه وعلى فكرة عشان برضا بقى أمين برامدز من أنجح الأندية اللي بتعقف تشتري العيبة التحديدة اللي من بره تحديدة من أيام تروري وبلاتا توري ووليد الكارتي محمد الشيبي وفيستون مايلي بيعرف اشتري العيبة كويسة ومنهم اللي بيشتري بأسعار رخيصة ومنهم اللي بياخدوا فيه زي بلاتا توري ما كانش مرتبط بنادي فهم بيعرف يعمره ده بس هي مش الحكاية أنك تعرف تجيب نجوم كتيرة الحكاية أنك تعرف تكون فريق سليم تكون فريق سليم يصعب علينا برامدز خد بالك برامدز مش عايز أقولي أنه خرج من دول المجموعة عشان لسه عنده فرصة ولو ضعيفة بس إهضار برامدز لفرصة السنية دي أنه يفوز بدوري أبطال أفريقيا هو إهضار هيخسر برامدز كتير اللي برامدز بقى خمس سنين بيبني يبني يبني ولم يجني أي شيء خالص السنة دي لو كان كسب دوري أبطال أفريقيا بص بقى يحصل له إيه هيكسب دوري أبطال أفريقيا الأول مرة في تاريخه وأول بطولة يشارك فيها يلعب في بطولة الانتر كونتيننتا البطولة الجديدة اللي هي في نهاية السنة اللي ما كان كاس العالم للأندايا يلعب بقى في كاس العالم للأندايا 2025 يبقى كل حيا يكسبها يبقى كل اللي خسروا السنين اللي فاتت دي كسبوا في بطولة واحدة بس لو ركز فيها وعرف يكسبها دوري أبطال أفريقيا طبعا هو زي ما قلت لك حاطة قدم خارج البطولة دلوقتي بس لو قدر يسعب من دول المجموعات أنا في رأيي لو ما كان لعيب البرامدز وإدارة البرامدز وجهاز الفن البرامدز ما ينفعش يسيبه البطولة دي أبدا اللي بينافس فيها مين بينافس فيها كبير القارة الأفريقية النادي الأهلي بينافس فيها سنداون الوداد النهاردة على فكرة خسر كمان وغالبا الوداد هيخرج من دول المجموعات الوداد هو وصيف البطولة الماضية وبطر البطولة قبل الماضية على وشك الخروج من هذه البطولة من دور المجموعات خسر النهاردة من سنبا التنزينش ترجمة نانسي قنقر